انهم فابريكوا تقارير لجماعات ارهابية خائنة لكانوا حاكموهم سواء في بريطانيا نفسها كمان او في اي دولة في العالم وانحنا مش اقل دولة احنا دولة كبيرة جدا ومش هنسيب حقنا معنى الكلمة مش هنسيب حقنا لان الحق مصر حق مؤسسات مصر حق الامن المصري حق وزارة الداخلية حق الدولة المصرية اللي هما بيتجنوا عليها وبينشروا اكاذيب بينسبوها لها طبعا وايضا كل من شارك لابد وانا بطالبهو على الهوى كل من شارك في هذا التقرير المزيف والمفابرك لابد ان يحاسب بالقانون تقديم بلغات ضد كل واحد ظهر في هذا التقرير ام البنت ديت وكل واحد ظهر عبد الفتاح وعلته وام وابو امه عشان ابوه الله يرحمه يعني ما نتكلمش على اموات امه واخته اي حد ظهر انه كده تم استخدام هؤلاء ضدنا ضد بلدنا كفى ما جرى سبع سنوات كفاية سنة دي فاصلة انا بقول لكم فاصلة قلتها في يناير بداية يناير اول يوم في يناير 2018 في اول حلقة سنة فاصلة قبل حاجة وبعد حاجة وانشوف انا بقول لكم وانشوف والايام هانشوف الايام وزير